بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامج باوربوينت ميزة رائعة لعلك لاحظتها الآن وهي أنه يعرض الكلام الذي أنطقه مباشرة هذه ميزة جميلة جدا ومفيدة جدا للكثيرين سواء من الكثيرين للكثيرين وتطلق أمامك أفاق الميزة الأكثر روعة منها هي أن برنامج باوربوينت يستطيع أن يترجم ما تقوله مباشرة من العربية إلى الإنجليزية أو من الإنجليزية إلى العربية أو من أي لغة إلى أي لغة أخرى هذا أمر سيغير المعادلة هذا أمر سيجعلك تتحدث إلى أناس لا يعرفون لغتك فيفهمون عليك طبعا الميزة ما تزال تحتاج إلى التطوير والمزيد من التطوير وخاصة بالنسبة للغات العربية لأن اللغة العربية داوما للأسف هي من أواخر اللغات التي تهتم بها تهتم بها الشركات العالمية أولا كي يفعل هذه الميزة أثناء العرض التقديمي أضغط J على لوحة المفاتيح الآن ضغطتها، ضغط J فتم إيقافها، أضغط J مرة أخرى ليتم تفعيلها حسنا كيف أجعل برنامج باوربوينت يترجم ما أقول؟ من قائمة عرض الشرائح، إعدادات الترجمة اختر اللغة الملطوقة لتكون عربية ثم اختر اللغة التي تريد الترجمة إليها لتكون اللغة الإنجليزية وابدأ العرض التقديمي أضغط مفتاح J أثناء العرض التقديمي ليبدأ باوربوينت بسماع ما أقول وترجمته بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا العرض التقديمي سنتحدث عن اختصارات لوحة المفاتيح في برنامج مايكروسوفت وورد سنتحدث عن أهمية اختصارات لوحة المفاتيح تصنيف اختصارات لوحة المفاتيح ثم سنطبق عملياً اختصارات لوحة المفاتيح سنتطبق أكثر من 100 اختصار، نحو 130 اختصار، ولكن في هذا العرض التقديمي يوجد 200 اختصار اختصار لوحة مفاتيح أقصد كيف أطبق الاختصارات دون أن أحفظها أو أتذكرها؟ كيف أحصل على اختصارات لوحة المفاتيح من مصادر موسوقة؟ كيف أخصص اختصارات لوحة المفاتيح؟ اختصارات خاصة بي اختصارات خاصة بي أنا كيف أحافظ على اختصاراتي وأحفظها من الضيعة؟ في حال فرمتة جهاز الكمبيوتر أعدت تهيئة جهاز الكمبيوتر ستحصل على نسخة من هذا العرض التقديمي في حال اشتركته في الدورة التدريبية كذلك يمكنك شراء العرض التقديمي وحده دون شراء الدورة التدريبية ذات نفسها أيضا يمكنني أن أتحدث بالإنجليزية فيقوم باوربوينت بترجمة حديثي إلى اللغة العربية من خيارات الترجمة المزيد من الإعدادات اللغة المنطوقة هي اللغة الإنجليزية لغة شريط الترجمة هي اللغة العربية موافق بسم الله الرحمن الرحيم موافق على الجهاز special letters and symbols special characters and symbols okay I told you this feature is need some improvement we will talk about paragraph shortcuts text shortcuts styles shortcuts and I encourage you to learn more about styles styles we will talk about tables shortcuts we will talk about rare shortcuts thanks a lot I hope you enjoyed this presentation if you like this video no wait I want to say that in Arabic if you like this video please give me a like if you like this video then subscribe to the channel and subscribe to the channel and subscribe to my channel if you want to add 4 points to this channel peace and blessings be upon you